موسيقى 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 الآن من أن نسوي اللعبة تبعيتنا الأولى بس كيف نحتاج لبرنامج لبرنامج تصميم الألعاب نحتاج لإنجن في كثير برامج إنجن اللي هي تبرامج تصميم الألعاب منها اليونيتي الانريال إنجن في كثير برامج تلانية تكون بسيطة وفي برامج معقدة الآن واحد من أفضل البرامج الموجودة حاليا هو الانريال إنجن زي ما لما كانوا نصمموا الألعاب كانوا نصموها بس بالأكواد اليوم صار فيه إشي اسمه إنجن برنامج زي الفوتوشوب زي أي برامج تصميم نصمم عليها الآن الألعاب خلينا نفوت على موقع الانريال إنجن ونأخذ للنظرة البرنامج مجاني مية في المية طبعا فيهم وعندهم ليلتي بس خلينا نشرح أول إشي عن البرنامج البرنامج هو برنامج مجاني تم تصميم عليه كثير من الألعاب زي غاد فور زي فانل فانتسي تصمم عليه كمان مثلا روكت ليك في كثير من البرامج تصمم عليه في نزل جديد برنامج مجاني أرنية 5 النسخة الخامسة ولكن الى الأن في البيتا في مرحلة التجربة فما تمش اطلاقه رسميا إلى هذه اللحظة فنستخدم أرنية 4 في هذا الكورس نعمل ثلاث ألعاب مع بعض إن شاء الله يعجبكم الكورس ونبسطه. دعنا نبدأ الان تكفيس على sign in بدنا نسوي اكاونت جديد بتسوي اكاونت لئي لك ضروري sign in with epic games الخيار الاول تضغط على sign up بتعبل بينات بينات جدا بسيطة ما في اي مشكلة فيها بتسوي continue وبصير عندك حساب خاص فيك دعنا نفتح من حساب الاندي بعد ما تسوي sign in بصير اسمك موجود فوق تكفيس داونلود الآن في عنا تنتين لايسنس تصريحين الآن في عنا البابلشنج والكرياتورز البابلشنج هو اللي هنستخدمه مكتوب هون ليالتي 5% ايش الفكرة الآن انت بعد ما تجيب اول مليون دولار اول مليون دولار مع الانريال انجين رح يصير يخدم منك 5% من ارباحك وصراحة جدا الموضوع رائع وجدا ممتاز يعني 5% انت بتسوي برنامج تسوي عليه ألعاب اللي بدك اياها وبتدفع 5% بعد ما تربح مليون دولار الآن في عنا الكرياتور لايسن الكرياتور لايسن هاي للمهندسين لمصممين الافلام زي مثلا فيلم game of throne تم تصميم المعارك عن طريق الكرياتور لايسن الكرياتور لايسن نشوف انت هون مش خطلنا علامة الصح اللي هي احنا هون لتطوير الالعاب احنا بدنا نطور لعبة احنا ما بنسبنا هذا احنا هنستخدم لتطوير الالعاب فبتكبس داوملود ويبدأ هو لحاله يعمل الداوملود اذا انت ويندوز هينزله اذا انت ماك بنزله على الحالتين انت بنزل عندك على الكمبيوترك الآن بعد ما خلصنا رح ينزل عندك برنامج اسمه epic games launcher هذا ومش هو البرنامج نفسه نحن نسمع عليه هي الشركة بتم عندها انجن تصميم الالعاب وعندها اذا بتعرفوا شركة ستيم اللي عليها الالعاب فهاي نفس الفكرة عندهم كمان ببيعوا عليه الالعاب وعادي بتقدر تصميم كمان عندهم الالعاب فهم وجدوا انه من تصميم الالعاب يقدروا يربحوا مصاري كمان فصاروا يبيعوا الالعاب ويصمموا الالعاب فاذا انت بتتلعب لعبة على الابك game زي شوف هون تصممت عندهم final fantasy فيه الالعاب كثير تصممت عندهم على السعب على برنامجهم smite صراحة ما بعرف اذا هي مصمم عن جد عندهم لكن عندهم الالعاب تقدروا تحملها عن طريق store لان احنا بدنا الانريال انجين دعونا نضغط على انريال انجين تمام احنا دعونا نشرح شوي الخيارات الموجودة علينا هون اليوي 4 انريال انجين 4 هو اللي هنستخدمه هون في عنا شوية اخبار غالبا تكون عبارة عن الاخبار اخر الاخبار زي هون كانت اريان انجين 4.27 تم اطلاق 4.27 فبهاي صفحة الاخبار غالبا بتكون الان هون في محتويات ممكن نستخدمها بي ممكن تلاقي game كاملة game كاملة بتسوي لها مستخدمها و تستطيع التعدل عليها تتسنزل عادي اي اشي و تجد الكثير اشياء رائعة بل اسطورية ممكن تستخدمها و تختصر عليك ووقت كثير بالنسبة للماركت بلايس الماركت بلايس انت فيه مثلا تتسوي وحوش جو لعبتك من وين تجب الوحوش هل انت تشغل رسام نفس الوقت في عندهم هون في الماركت بلايس تقدر تشتري من رسامين و ممكن تجيب المنتجات مجانية كمان مش شرط تشتري يعني على سبيل المثال خلنا نسوي براوز مثلا نشوف environment على سبيل المثال بدنا نسوي مدينة مدينة كاملة بدناش نصلم بدناش نشتغل بإيديا تصميم بدنا نسوي مدينة خلنا نكتب مثلا free الان هاي المدن مدن مجانية انت بتقدر تستخدمها جو اللعبة تبيتك خلينا ناخد نظرة على اي مدينة ناخد نظرة نشوف استراليا هاي تصوير في استراليا هاي بتكون جو اللعبة تبيتك بهذا البضوح بهذا الدقة بتقدر تمتلكها مجانا طبعا احيانا بتقدر انت تلاقي في عندهم free for the month free for the month تلاقي ممتجات مجانية لاش بالشهر يا بتجيب مدينة يا بتجيب وحوش يا بتجيب شخصية البطل تبعك بتاخدها 100% مجانا يعني مش هتدفع ولا اي اشي بالمر وفيه on sale خصومات بتلاقي كتير اشياء animation مثلا اسلحة اشعة تستخدم جو اللعبة كلها متوفرة هون بتقدر تحصل عليها مجانا الان library في library عندنا الفقرة الاولى هون فوق engine virgin ايش هو الانجين اللي هنستخدم واحنا في هذا الدرس هنستخدم version 4.26.2 انت بإمكانك طبعا نضيف اي version بتحبه بس انا بنصحك انك تضلك معي على 4.26.2 مهم جدا تكون معا نفس version حتى ما يتغير عندك شكل menu الشكل الشاشة يكون نفس الترتيب ونشتغل مع بعض خليك معاي على 4.26.2 انا ملقيتش اي مشاكل في version هاي version جدا رائعة يعني ابدع فيها حقيقة فانت استخدم معاي 4.26.2 الان هون البروشيكت اللي انت بتسويها بنفسك فبتقدر تسوي اي مشروع تلقاه موجود في هذه المنطقة هون اي مشروع انت تعانشته وهي الاشياء اللي انت تشتريها يا بتسويها الداومن لود على الكمبيوتر عندك الان خلينا نسوي launch 4.26.2 طبعا انت تكون الان تضغط على الزائد وتختب تسوي له download طبعا هاي صفحة الان احنا بنسوي اللعبة ايش هنسميها تضغط على games فيه طبعا البرنامج هات بصمنا زي ما حكينا افلام وفيسوي مشاريع انشائية للمهندسين يعني مشغولة السيارات شركات السيارات مرسيد وستويتا بسو سياراتهم على البرامج هاي دعنا نحكي نختار game next الان مثلا first person اللي هي انت بدك تسوي لعبة زي counter strike الطخطخة وناس بالطخطخة على بعض تختار first person flying طيارات احنا هنختار rolling هنختار برنامج ليش للكورة هنسوي اول لعبة انها تكون بسيطة هنتعلم فيها كثير من مزايا هذا البرنامج في هاي اللعبة نقوم بسيطة نقوم بسيطة الان في عنا هون choice ايش اللغة اللي تصمم فيها بدك تسوي بلس 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 تكتب لغة برمجة ولا بدون لغة برمجة احنا في هذا الكورس هنستخدم بلوبرنت بدون لغة برمجة هنعطيه مخططات هتكون سهلة جدا انه اذا حفظناها سهلة جدا جدا بنسوي اللعبة الان بدنا لغة برمجة او 2D 3D بدنا لغة برمجة خليها على الديسابل بدناش نحمل لود زيادة اللي هي انه بترفع من كرت الشاشة وقوة العرض اثناء الشغل خليها بدناش ايها خلي كمان هاي على الديسكتوب الان تختار انت ايش بدك يا موبايل موبايل التابت خلينا حمد ايا على الديسكتوب احنا نتعلم هاليا وبعدين بنقدر نصدر عادي للموبايل يعني بدنا احنا هل بدك يكون جوا الملف موجود معك اشياء اضافية نستفيد منها نعم بدنا موجود اغرض اضافية انت ممكن تختار تلغي بس انا بفضل خلي معنا عشان هننبسط ونشتغل هنلاقي مواد مواد نستخدمها اثناء شغلنا تمام الان هذا الموقع اللي انت هتخزن جواته اللعبة بايتك خلي انت تحب تستخدم الدي تخلي عالسي براحتك تختار تضغط عليها بتغير الموقع خلينا الان نسمي اللعبة نسميها مثلا game ونسميها مثلا بول اذا تكفيس الاسم لا يقبل فانتبه بدون الاسم كمبرمجين احنا نستخدم الكلمة عشان نعرف انه عملنا الاسم بنسوي بول بنحط الخرف البعدي capital letter ball game بتسوي create project الان ايش بيسوي هو بلش ينشئ ملفات لعبة الكورة اللي احنا بنصممها خلينا نخد نظرة الان ما تنصدم المرنامج جدا رائع بسيط جدا مو معاقد اللي انت شايفو هاي هاي اللعبة اللي كان فيه واحد اصلا عن شركة انريال انجين قام هو لحاله بتصميم هاي اللعبة وحط لنا المواتيرير الرئيسية لبداينا حتى نبدأ لعبتنا فاضل زي ما تقول ملف يعني جهز لك شوية ملفات اساسية انت بتبني عليها عشان يقتصع عليك الزمن خلينا ناخد نظرة احنا مش هناخد ناخد بتفاصيل كل الفقرات يمين وشمال هاي كلها هندخلها بعدين الدروس جاي طبعا بس خلينا ناخد الان في هذا الفيديو ناخد نظرة على الموضوع اذا تكبس رائع تكليك بالماوس تقدر تكليف ناخد نظرة على المنطقة اللي انت فيها اذا تكبس على بلا بتبدأ اللعبة خلينا نبدأ تكبس بالماوس لازم تكبس الشاشة بالماوس تكبس كافة بدت اللعبة الآن نقدر نتحرك شايف كيف نقدر يعني في هون الخواص الفيزيائية لهاي السنة ديقل الكورة موجودة في جوة اللعبة هاي فاحنا رح ندرس طبعا الخواص الفيزيائية وحن ندرس كيف نغير الالوان ونغير المدينة ونستخدم مدن من جوة الستور حيكون في عندنا كثير تفاصيل في هذا الكورس وكل هاته ان شاء الله هنغطيها بطريقة انك تكون انت يعني تتعلم بافضل طريقة ممكنة وبهذا بكون خلص الدرس تبعنا وان شاء الله تكونوا انبسطوا بهذا البداية هاي ان شاء الله يكون هذا الكورس مريح للجميع بشوفكم في الفيديو اللي بعده اشتركوا في القناة